شريف يمكن لو بنتكلم على المستوى الفني هل تتوقع الأداء الفني اللي ظهر بالأهل والزمالي قد ينعكس على أداءهم في لقاء النهائي أم مباراة النهائي لها حسابات خاصة الحماس والجدية والإصرار والفص بالبطولة ولقاء ديربي أو كلاسكو ما بين الفريقين هو طبعا يعني أولا الأداء الفني مبارح ده يعني لا يرتقل لإسم الفريق يعني إذا كان أهلي أو زمالي يعني بالمقارنة بسيراميكا لا يعني التوفيق كان حليف الفريقين في التأهل للمقارنة سواء الأهلي أو الزمالك لكن مباراة الأهلي والزمالك بشكل عام أو بشكل خاص لها حسابات أخرى ولها مقيس أخرى ولكن أنا أعتقد أن برضو حيب فيها شدة عصابية شوية حيب فيها عصابية شوية الأكثر تركيزا وحرصا وسباتا فعاليا وزهنيا هو اللي حيفوز باللقاء هو اللي حيفوز باللقاء هو اللي حيفوز باللقاء الفرقتين عندهم ضغوط واللولة غير كده يعني الزمالك كان فايز باللقب فمع ذلك ضغوط والفرقتين عليهم ضغوط وضغوط كبيرة جدا الأهل عايز يفوز باللقب ويرجع ليه يخش مباراة العين بمعلومات مرتفعة والزمالك عايز يثبت أنه هو فوزه بالسوبر أفريكي ما كانش صدفة أو ما كانش ضربة حظ أو بركلات ترجيح لا دعا عن جدارة الاتنين مدربين عندهم دوافع اللعيبة عندهم دوافع لا فهي مباراة هتبقى مباراة قوية ممكن يبقى فيها عصبية نظرا للحماس الجماهيري اللي هيبقى طاغي جدا على أداء الفرقتين